يقترب حزب الله وإسرائيل من صراع أوسع نطاقاً مع فشل الجهود الدولية إلى الآن في احتواء التصعيد على طول الخط الأزرق بينما تأخذ التهديدات الإسرائيلية منحاً أكثر حدة متوعدة لبنان بحرب شاملة في ضوء هذه التهديدات تأخذ عمليات القصف المتبادل عبر الحدود نسقاً تصعودياً مذو عدة أيام لا سيما من جانب حزب الله الذي وسع دائرة استهدافاته وقد استهدف في الساعات الماضية مستوطنتي الامطلة والمنارة وموقع الرمثة في تلالك فرشوب المحتلة وموقع زبدين العسكري مقابل ذلك كانت المقاتلات الإسرائيلية تختال شرق لبنان قيادياً في الجماعة الإسلامية التي تشارك حزب الله في استهداف مواقع إسرائيلية حدودية بينما طال القصف مدينة صيدة وبلدات رامية ويرون وعيت الشعب جنوباً لم تؤثر إذن جولة المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين بين بيروت وتل أبيب في الواقع الميدني على طول الخط الأزرق على العكس من ذلك بدأ أن الجهود الدبلوماسية للحؤول دون انفجار الصراع بين لبنان وإسرائيل تراجعت أمام احتمالات حدوث ذلك لا سيما مع طمأنة إدارة بايدن إسرائيل بأنها مستعدة لدعمها بحال دلعت حرب شاملة مع حزب الله وفقاً لما قاله مسؤول أمريكي والرفيع لشبكة CNN وقع مأزوم دفع دولاً عدة لحث رعاياها على مغادرة لبنان وتجنب السفر إليه من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والكويت بينما حذرت بيروت من تداول أخبار كذبة تشير إلى سحب دول أوروبية وغربية سفراءها من البلاد معتبرة أنها أخبار تنترج في إطار الحرب النفسية التي تلجأ إليها إسرائيل وتغذيها بمختلف الوسائل